والكرة الوحيدة كمان في الفئات الوحيدة اللي كنت بتكلم من شوية اللي ولا فيها واسطة يعني حد زميلي بيكلمني عن ابنه في حاجات سنية يعني في ناشيين لسه فبيقول لي قلت له أول ما يطلع الفريد الأول ما فيش طب احكيلي على ابنك بقى ايه العلا؟ اعب الكرة ابنه اهناوي ايه اعب العالي ويروح دايما معي بغضو معي دايما لاستهد ويروح يتصور مع الكؤوس في النادي في النادي ويخش عدي اخواتي زر الكوافة يخش يعني يراضيهم يقول له بتاع مش عرفين انتوا معنكمش الكلام ده دلتوا عندكم فيه انتوا الدولات بتاعك وفاضي وبتاعك اهه فكان بقعد فترة يتدرب في الأكاديمية اه دي من الحاجات برضو مكانش هو متفاعل شوية فلما بدأ يلعب عنده صاحبه وعنده كمان الولاد صغيرين ما بقاش عندهم يعني مزاجهم مش زينا يعني ما تلاقيش واحد عنده وحماس لحاجة كده يتعاملوا مع الدنيا فترة فالكورة غيرت شخصيته ونضجت شخصيته وخليته بقى عنده حماس لحاجة ويعني فاكر مرة أنا مثلا كون من أهل بيلعب سموحة كان أيام فيلر مقامته كلمتني قالتلي الولاد متعصبه أنا افتكرت فيه مصيبة خير الولاد متعصبه بتاع وانت علمته الكورة وعلمته بتاع فالمهم خير يا عم في أهل المدرب المفهود يعمل كذا ويغير كذا ويعمل كذا كان الاتحاد كذبا يقول له حاضر هقول لك أهلا وزالنا لا تسموحة ماينا اللي اتحكى كذبا أنا واحدة سفر بعدية اتعادل فكلمني فرديت عليه تقول لي انت بترد عليه تالي وفربي ارد عليه ايه يا عم قال لي انا وشفت لما عملت غيرات جهب نجون وان شاء الله نجيب جون تالي